السلام عليكم ازايكم يا بنات عاملين ايه يا رب تكونوا بخير صباح الفل وصباح السعادة او مساء العسل عليك يا قلب بغتك النهاردة فيديو جديد بقى كده كله حماس فخليكي معايا وكل وصفات ان شاء الله تعجبك واخر الفيديو فيه مفاجأة حلوة جدا جدا بالنسبالي فرحتني جدا جدا فخليكي معايا الاخر الفيديو وما تنسيش تحطش اللايك انا هنا بقى كنت خلاص نزلت الولاد المدرسة وعملت له من لانش بوكس والروتين الصباحي بتاعهم اللي انا كزا مرة نزلته لكم وبعد كده صليت صلاة الضحى تمام وبعد كده الصراحة نمتلي ساعتين وبعد كده قمت عالساعة 11 علشان اعمل الغدب سرعة جدا قبل ما هم يجوا هم بيجوا عالساعة 2 تمام قمت بقى الساعة 11 كده عملت لي كوباية نسقه فيه وروحت انا ما بفطرش انا بتغدى معاهم على طول هنا بقى رحت سلق المقارونة وعصكت اللحمة عصكت اللحمة يعني ايه يعني شوحت اللحمة وبعد كده ضربت البصل في الكبه وحطيتها عليها انا دايما بشوح اللحمة بدون اي حاجة ولما بتبدأ لونها يتغير اروح ضربة بصلتين في الكبه وروح منزلها عليها وهنا انا بعمل سوس البشامين اللي حطيت معلقتين من السمنة عليهم اربع معالي من الدقيق تمام وروحت بقى مقلبة كده على النار هدية هد النار علشان ما تلكعش منك زودي حليب وممكن تزودي حليب وشربة تزودي حليب ومية تزودي حليب بس اللي انت عايزة وبعد كده حطيت مرأة ميجي وبعد كده حطيت شوية فلفل اصمر وشوية ملح وبعد كده بدأت ان انا ازود لحد ما تاخد السمك اللي انا عايزة طبعا انا بعشة البشامين اللي يكون تقيل مش سوس خفيف تمام حطيت هنا شوية بشامين اللي في قعر الصانية كده ده سريعا يعني خطوات المكارونة البشامين عشان الناس اللي بتسألني حطيت راق من المكارونة يعني راق من تحت من البشامين وراق من المكارونة وبعد كده راق من اللحمة المعصاجة التوابل اللي بحطها على اللحمة المعصاجة نص معلقة بابريكا نص فلفل اصمر ومعلقة بوهارات لحمة ووحدة ماجي لحمة ماجي لحمة مش فراخ تمام نزلت كمية اللحمة اللي معاية بعد كده نزلت المكارونة وبعد كده حطيت شوية بشاميل وبعد كده حطيت المكرونة الباقية وبعد كده هنزل بالبشاميل كله اللي معايا بالشكل ده حابة تخفيفي البشاميل شوية زودي كوباية من المياه أو كوباية من الحليب مش هتفرق وبعد كده سيبي البشاميل على نار هادية لازما تبص على البشاميل تلاقيه مطلع فقاعات كده عشان تتأكد ان الدقيق استوى عشان لو الدقيق مغلش معاكي او ما عملش فقاعات كده من فوق البشاميل هتلاقي طعمه مش حلو وطعمة ديه في القطمة بتاعت المكرونة تمام هي تفاصيل صغيرة بس بتحفزلك على نجاح صنية المكرونة بتاعتك بعد ما فردت البشاميل بتاعي سخنت الفرن بتاعي وجبت بقى الجبنة المتزارلة اي نوع عندك عمرو اختيك وابدأ ايه نزليه كده على الوش تمام في ناس بتحط المكرونة تاخد وش وبعد كده تطلح تحط ايه البشاميلة او تحط المتزارلة الجبنة الرومي المبشورة او الشيدر المبشورة او الكلام ده لا انا بحط كله مع بعض ولاني انا عندي قناعة ان المكرونة البشاميلة كلها مستوي المكرونة مسلوقة اللحمة متعصجة ومسلوقة البشاميل المستوي هي دوبك عايزة وش تمام عايزة تعميره كده وش بعد كده حطيت جبنة متزارلة وبعد كده حطيت جبنة شيدر تمام وعايز اقول لكم ده الشيدر دي نوحة الحمد والمتزارلة دمت وده مش اعلان خالص بس عشان فيه ناس بتبقى حبة تستفسر وتعرف يعني انواع الجبن الكويسة فيه نوع اجمل متزرلة اسمه الاطباء ده تحفة 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 يا جماعة لو جبته هبقى ورهه لكم ودخلت الصينية الفرن وعلى درجة حرارة 180 هصيبها حوالي ربع ساعة ممكن تفتح الشوائع عليها دقيقة كده ولا دقيقتين هرو هعمل السلطة وهنا البروكلي سلقته وهنا السلطة كمان هنا بقى اخد البروكلي طبعا انا من عشاء البروكلي جدا بعمله بطريقة حلوة بسلقه كل اللي عملته ان انا غسلته كويس جدا بمية وخل وبعد كده اخدته سلقته في مية وعليها رش الكمون وبعد ما بيتسلق بجيب معايا معلقتين زبدة تمام وبعد كده ببدأ ان انا اشوح البروكلي بتاعي وبعد كده برش عليه شوية ملح وشوية فلفل اسمر وبس كده هنا بقى كانت المكارونا البشاميل استويت وبقت خطيرة جدا هنا البروكلي كمان استوى كمان عملت طبق صلاطة كده وهو ده كان الغداء بتاعنا النهاردة لقيت يعني انا على ما خلصت وصلت الدهر وقعدت سبح شوية وطلعت صنية المكارونا لقيت الولاد جم المدرسة هو ده اليوم بتاعي الصبح وبعد مولادي بيروحوا المدرسة لازم ان يرجعوا يلاقوا اكل تمام بعد كده رحت دخلت غسلت بقى الاطباق وطبعا مش عايز اقرر لكم الروتين ان انا برضو الروتين اللي فات غسلت معاكو الاطباق والرخمات وكده هو هو نفس اللي عملته حتى تلاقي الرخمات نجيفة هي وزي الفل وبعد كده بقى قلت اعمل لهم شوية عصير حلوين علشان كل واحد ياخد كوبات العصير بتاعته ويقعد على المكتب بتاعه يذاكر يراجع يخلصوا اللي وراهم لحد ما ان شاء الله يخلصوا المذاكرة وبعد كده بياخدوا بريك يلعبوا يتفرجوا شوية على الكرتون بس محلوم في اليوم ربع ساعة من التليفون طبعا هو الموضوع معا ليهم مؤلم شوية لانهم اخدين على الفوضى والاجازة لكن انا بحاول اضبط يومهم وبحاول ان انا ابقى صارمة جدا معاهم وحاول ان انا اعاقب كل ده عشان مصلحتهم مش اكتر بعد كده طبعا عندي منجيتين بس من الكبار قطعت المنجة كده ترنشوت تمام وبعد كده حطتها في الخلاط حطت عليها مية وسكر بس من غير اي افتكاسات ده جماعة الخلاط الجديدة اللهم لك الحمد والشكر جايبة الخلاط ده جماعة بعد حوالي اربع سنين اكسين بالله او يمكن اكتر من اربع سنين كمان نوعه حلوة جدا اللهم لك الحمد وجميل جميل جميل يا بانات كنت جابا من كوكوان دي اس برضو عشان في ناس بتسأل تحفى 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 بجد يعني ما شاء الله اللهم بارك اجمل خلاط انا اشتريته وبجد الله اكبر عليه وبيفرم التلج مع العصير وكل حاجة وان شاء الله هبقى اجرب معاكم الكابة الفيديو الجاي وانا بطحن التوابل وبقول لكم بعمل ايه فيها بس كده روحت بقى صبت لهم العصير وروحت انا كمان صبت لنفسي بقى دي كوبايتي المفضلة طبعا عايز اقول لكم ان في كوبايتين صغيرين دا اليونس وياسين مريم وزياد كوبايتين الكبار ودي كوباية بتاعتي تمام تمام باجي بقى وقت التنفيذ هتلاقي بقى دونس خط بتاعتي وداني بتاعته يعني وقت التنفيذ بيكون فيه وقت التوزيع بهم بيختاروا على مزاجهم بس كده حبايبي تعال اوريكم الهدية اللي جات لي النهاردة حاجة كده في الجلب انا بقى وقبل ما انهيل معاكم الفيديو بصوا السابع الكام انا بقى دقوا الفيديو من الساعة كام وخلص الساعة كام تعالوا بقى اوريكم هدية جات لي اصلا شكل العلبة خطير اللي جاب لي الهدية دي متابعة ليه مصرية من شبرس اسمها نجوة شكرا جدا يا نجوة وكان لازم انا اديكي حقك في ان انا اعملك الفيديو واشكرك في حبيبة قلبي ربنا يعزك ويكرمك ابصوا ده اتخلعت شكلها بصوا يعني اتخلعت مما كان دي هنا تمام ده بقى جابت لي دي كمان الله بصوا اجمل حاجة عجبتني بجد انا دايما بحب وانا خرجي او رايحة فرحة او اي حاجة بحط الدوافر اللي هي المؤكدة دي برجع اشيلها على طول عشان بيكون عندي بصلي وكده فطبعا عجبني جدا جدا الدوافر دي ودي الالوان انا عايز اقولك يا نجوة يعني تسلم ايدك يا بنت شبرة هي من مصر من شبرة الالوان تحفة 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 بجد خطيرة تجل تسلم ايدك تعانوا شوفت حاجة تاني في قرش دا في كمان الالم التحديد دا ما شاء الله الله مبارك دا كمان الله دا بعد الشور بقى كده تراوى على نفسك كمان. دي بقى جميلة قوي الصغنطوطة دي. هتزبط بيها بقى تحت العين كده بتبقى حيوة قوي. الفكرة الرجدة حلو جدا وبيبقى ثابت. فبجد تسلم ايدك يا عمري وربنا يسعدك. ويا بنات ده مش جفت ولا اعلان ولا الكلام ده. ده محبة. ده محبة الناس. آآ ربنا يسعدك يا عمري وتهاد وتحبه. ربنا يجبر خطرك يا رب ويسعدك يخلي لك ولادك يا رب يا نجوة. بصه جابت لي ده كمان. والله العظيم اقسم بالله. يعني عايز اقول لكم ان ما فيش بيني وبينها اي سابق معرفة غير ان هي دخلت لي على الخاص يا نجوة انا بحبك جدا جدا. وعايز اجيب لك هدية. رح تقولت لها لأ والله ومش عارف عايت لي لأ والله يعني معلش تقبل مني. فقلت لها يا قلبي يعني انها بقبل الهدية. وآآ جابت لي البوكس ده ودي يا جماعة ده اللي هو الروج السحري بتعم الشوكولادة بس بيدي نفس تأثير الروج السحري. ما شاء الله البوكس مليانة اللهم مبارك. ويه كمان ده. بس كده هي دي الحاجات اللي جات وتسلم ايدك جدا جدا يا قل بختك. كمان كان فيها موج ازاز وانا شلته علشان آآ يعني ما يتكسرش. ما حبك اوي ربنا يسعدكو يخليكو ليه انت اخواتي وانتو العوض الجميل من عندي رب العالمين. ربنا يسعدكو ويراضيكو. وشكرا جدا جدا يا بنت شبرة. مش جديد الجدعانة على ولاد شبرة الجدعان جدا جدا وبحبك جدا. استنوني في فيديو تاني ان شاء الله. استودعكم الله الذي لا تضيع ودقيها.